مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي درس اليوم عن الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات سنتكلم اليوم عن أي العناصر لافلزات وأيها أشباه الفلزات وكيف نستفيد منها هذا الدرس يقدمه الأستاذ بندر التركي سنتعلم اليوم سنصف خصائص لافلزات ونذكر أمثلة لها ونذكر استخداماتها وسنوضح أهمية أشباه الفلزات واستخداماتها في حياتنا اليومية لنشاهد هذا الفيديو سويته ترجمة نانسي قنقر This jar is full of oxygen A glowing splint immediately relights Oxygen reacts with most elements Sulfur is a non-metallic element When it's heated and plunged into oxygen it burns with a characteristic blue flame and forms sulfur dioxide Red phosphorus is another non-metal When it's heated it ignites Plunge it into oxygen and it forms a thick white cloud of phosphorus 5 oxide Adding water dissolves the oxides Sulfur dioxide is a colourless gas The white phosphorus 5 oxide has settled in the jar A few drops of universal indicator test the pH The solutions are both acidic The same vitamin C You can have to get into models and we are back in the jar A half of the intelligents The naturalis The naturalis The naturalis The naturalis The naturalis اشتركوا في القناة يا ترى لماذا تصنع مقابض اواني الطهي من الخشب او البلاستيك؟ احسنتم لانها تمنع وصول حرارة الاواني الى ايدينا فيمكن ان نمسك باواني الطهي من هذه المقابض التي لا توصل الحرارة ويا ترى ما فائدة طبقة البلاستيك التي تغلف اسلاك الكهرباء؟ احسنتم انها تعمل كعازل كهربائي فهي تمنع وصول ايدينا الى الكهرباء كما تمنع خروج التيار الكهربائي عن السلك لنشاهد صورة الجدول الدوري هذه ان اللافلزات باللون الاخضر توجد يمين الجدول الدوري بينما توجد الفلزات في معظم الاماكن المتبقية في الجدول الدوري في يساره وفي وسطه اما اشباه الفلزات سنتحدث عنها لاحقا يا ترى ما حالات المادة المختلفة التي توجد فيها اللافلزات؟ يمكن ان توجد اللافلزات على شكل صلب مثل الكبريت او اليود كما نرى في الصورة هذه هذا اليود ويمكن ان توجد سائلة كالبروم وهذه صورة للبروم ويمكن ان توجد غازية مثل الاكسوجين والكلور والهواء الجوي مليئهم بالاكسوجين ويترى ما هي خصائص اللافلزات؟ ان اللافلزات قابلة للكسر هشة يمكن كسرها بسهولة وليس لها رنين اي انها لا تصدر صوت رنة عند طرقها كما ان بعضها نشط جدا في التفاعلات الكيميائية وبعضها خامل اي انه لا يتفاعل كيميائيا وكونها قابلة للكسر فهذا يعني انها غير قابلة لعادة التشكيل بعد طريق الطرق او السحب كما تحدثنا عن ذلك في الفلزات لقد قلنا ان بعض الفلزات خاملة ان الفلزات الخاملة توجد في اخر مجموعات الجدول الدوري وهي تشمل عناصر شائعة جدا مثل الهيليوم والنيون والارغون والكريبتون والزينون جميع هذه العناصر تسمى عناصر المجموعات الخاملة والان لنتحدث عن اشباه الفلزات ان اشباه الفلزات في الجدول الدوري هي باللون البنفسجي وهي توجد بين اللافلزات وبين الفلزات وبالتالي هي تحمل بعض خصائص اللافلزات وبعض خصائص الفلزات فياترى ما هي خصائص الاشباه الفلزات انها غير لامعة وهي بذلك تشبه اللافلزات بعض اشباه الفلزات يتفاعل مع اللافلزات وبعضه الاخر يتفاعل مع الفلزات وماذا عن توصيلها الحراري والكهربائي انها في ذلك تشبه الفلزات لكنها اقل جودة منها فهي متوسطة التوصيل الحراري والكهربائي وبالتالي لها اسم اخر فهي تسمى احيانا اشباه الموصلات ومن امثلة اشباه الفلزات السيليكون ومعدن الجرمانيوم ومعدن الزرنيخ الذي يستخدمه للقضاء على بعض الحيوانات القارضة والان لنجب عن هذا السؤال فيما تتشابه الغازات النبيلة مع الفلور وفيما تختلف احسنتم انها جميعا عناصر لافلزية وجميعها ايضا عناصر غازية لكن الاختلاف في ان الغازات النبيلة خاملة لا تتفاعل كيميائيا بينما الفلور غاز نشط كيميائيا وبالتالي يتفاعل بسهولة وماذا عن هذا السؤال تتشابه بعض خصائص اشباه الفلزات مع الفلزات وبعض الخصائص الاخرى مع اللافلزات كيف نفسر ذلك؟ تشبه الفلزات في توصيلها للكهرباء والحرارة لكنها توصل الكهرباء والحرارة بدرجة اقل ولذلك اسمعينها باشباه الموصلات وبعض الخصائص الاخرى تشبه فيها اللافلزات فمثلا هي غير قابلة للطرق والسحب ولونها غير لامع يا ترى كيف نستفيد من اللافلزات واشباه الفلزات نحن نستخدمهم يوميا في حياتنا تستخدم اللافلزات في طبقة العزل حول أسلاك الكهرباء فهي تحمينة من الكهرباء كما أنها تسمح للتياد الكهربائي بالمرور بسهولة داخل الأسلاك دون حدوث تشويش كما يمكننا استخدام الكلور في تعقيم مياه المسابح في حالته السائلة أو في حالته الصلبة وبعض أنواع الغازات مثل الأرغون يستخدم داخل المصابيح لأن استخدام الهواء أو غاز آخر داخل المصابيح سيؤثر على تكون الكهرباء داخل السلك فيفضل المصنعون استخدام غاز الأرغون لإطالة عمر المصباح أما السلكون فيستخدم في الدارات الكهربائية الموجودة في الحاسوب والآن لنجب عن هذا السؤال قارن بين استعمالات اللافلزات وأشباه الفلزات شبه موصلة للحرارة والكهرباء ولذلك تستخدم في الأجهزة الإلكترونية كثيرا يا ترى كيف يمكن استخدام غاز لافلزي غير نشط هيميائيا يمكن أن يستخدم الهيليوم غاز الهيليوم في المناطيد فهو يسخن ويساهم في ارتفاع المنطات ولكنه لا يتأثر بالنار التي تسخنه كما يتميز بأنه أقل كثافة من الهواء لذلك يرتفع عاليا بسهولة كما يمكن استخدام غاز النيون في لوحات النيون الإعلانية المضيئة لنراجع ما تعلمناه اليوم سوية لقد تحدثنا عن اللافلزات وقلنا أنها لا توصل الحرارة والكهرباء فهي مواد عازلة قلنا أن بعض اللافلزات بعضها نشط كيميائيا وبعضها خامل كيميائيا وتحدثنا أيضا عن أشباه الفلزات وقلنا أنها تحمل بعض الصفات المشتركة بينها وبين الفلزات وبعض الصفات الأخرى مشتركة بينها وبين اللافلزات شكرا لكم وأتمنى أن ألقاكم في درس قادم إن شاء الله على السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر